خطر في بالي آية في العهد القديم في سفر التثنية لما موسى عم بيكلم الشعب قد جعلته قدامك الحياة والموت البركة واللعنة فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك من بعدك اختيار الحياة لما نقول الحياة طبعا بالنسبة للعهد القديم طبعا يعني يختار الحياة بالابتعاد عن الوثن وكل الآلهة الغريبة ويبتعد عن اللعنة ويقبل البركة بطاعته وسماعه لكلمة الرب ولكن لما نقول وعد الحياة وانت ذكرت أن هذا الوعد بيبتدي في الحاضر يعني مش مستقبلا نستنى نشوف هذه الحياة بعد الموت ولكن إذا ذكرنا كلمة وعد الحياة بتبتدي بالحاضر شو نوع أنت تكلمت عن نوع الحياة إيه نوع هذه الحياة اللي احنا نتكلم عنها في الحاضر لأنه حقيقة عم نمر بكل أنواع الألام وشوف الحروب اللي عم نسمعها يعني خلينا أقول أنه لما أقول الحياة الأبدية كما أشارنا منذ قليل هو لا يتكلم عن طول حياة فقط لكن صنف حياة هذا الصنف من الحياة مش موجود في البشر لكن موجود فقط في الله اسمه حياة الله الأبدي إذن علشان الله يهب الحياة لكائن ميت واحد ميت بالزنوب الخطايا الله لطريقة هذه الطريقة هي قابول شخص المسيح وده موضوع مترتب يعني مترتب على الاختيار يعني في مشهد جميل يصف اختيار الحياة أو اختيار الموت عند صليب المسيح وضع اليهود أمام اختيارين من تريدون أن أطلق لكم باراباس أم يسوع إذا حبيت أقول من يمثل الحياة في هذا الاختيار المسيح من يمثل الموت باراباس يطر قادة الأمة اليهودية لما خيروا اختاروا إيه اختاروا باراباس ورفضوا يسوع فعندما اختاروا باراباس يقول الكتاب في هذا التعليق وكان باراباس لصن اللص يصرق ويقتل عشان كده هم اختاروا الموت لكن من يقبل المسيح يحصل على صنف حياة تسمى حياة الله الأبدي ولم أقول حياة الله الأبدي يعني الحياة التي أحياها تكون حياة الله كما يفكر الله أفكر كما يكره الله الشر أكره الشر كما يحب الله الخير أحب الخير كما يبغض الله الظلمة أبغض الظلمة المحبة هي طبيعة الله الله الأبدي يبقى أحب كما يحب الله الأبدي كما يعيش الله أعيش أنا صنف الحياة التي فالله هي ذاتها التي أحياها أنا عشان كده لما بتولد من الله باخد طبيعة جديدة من الله بالولادة من الله باخد ذات الحياة الأبدية التي فالله الحياة تنتقل لمن يقبل المسيح فيبع عندي ما يسمى بالحياة الأبدية